المسام الواسعة فيديو جديد معلومة جديدة وعلم أن ينتفع به أتكلمكم دلوقتي عن مشكلة بتضايق بنات وستات كتير رجال وشباب كتير هي المسام الواسعة أو فيما يسموه بالحفر تمام؟ ديت دايما المسام مشكلة بتواجه أصحاب البشرة الدهنية أو البشرة المختلطة المئلة للدهنية نادرا جدا ما هتلاقوها في البشرة الجافة أو البشرة العادية تمام؟ طي مشكلتها ليه المسام الواسعة ديت بتظهر؟ بتظهر لأربع أسباب أول سبب أنه زيادة إفراز الدهون في البشرة الدهنية بيخلي فيه شكل مسام واسعة ده أول سبب تاني سبب نقص مادة الإلاستين والكولوجين اللي هو البروتينات الأساسية في تكوين البشرة في يعني على المدى أو بينقصوا بطرق كتيرة جدا ممكن تخلي فيه شكل مسام واسعة أو تنقيل أو تحفير في البشرة تالت سبب بالنسبة للبنات أنه هم بيحطوا بيكب من برندات مختلفة ممكن تكون رديئة وكمان ما بيمسحهوش كويس قبل ما ينامه ورابع سبب هو استخدام مسقاط إزالة الرؤوس السوداء اللي بيكون فيها جيلاتين اللي بتتساب تنشف وبعدين بتتشد قطرة استخدامها بيعمل الرؤوس السوداء وبدأت أسبابها فمفروض أنه ناخد بالنا من أسبابها بعد ما عرفنا أسباب المسام الوسعة طيب إزاي نقللها المسؤول عن تقليل المسام الوسعة من مواد علمية أو من مواد فعالة أول مادة هي مادة الساليسيليك أسد ولو إحنا مش هنعرف نجيب مادة الساليسيليك أسد ديت بتكون موجودة في أدوية السيولة زي الأسبرين أو الأسبوسيد أو الريفو وكمان بتكون موجودة في بعض غسول البشرة الدهنية ولكن غسولات البشرة الدهنية اللي فيها ساليسيليك أسد بتكون غالية شوية تمام؟ ولكن أنا ليه قلت لكم المواد الفعالة؟ لإن أنا هعلمكم في نهاية الفيديو إزاي نعمل صابونة لإيه؟ فيها بادة الساليسيليك أسد للغسيل البشرة بتنظف وتعقم ولازم تعرفوا إن الساليسيليك أسد من أهم الأحماض المناسبة للبشرة بس يستخدم بحصن أو بطريقة سليمة هو من الأحماض المزابع فيه الدهون فبالتالي بيخترق طبقات البشرة بسهولة فيعالج كلف ونمش وتصبغات وكمان بيقلل المسام الوسعة تاني مادة ممكن تلعب دور كبير جدا في تديق المسام الوسعة هي مادة النياسيمايد وديت مادة موجودة بتركيز عالي جدا في سيرم غالي من أورديناري اسمه سيرم النياسيمايد بحوالي 350 جنيه موجود ممكن في أي بلد نقدر نجيبه لأنه موجود على الونلاين كتير جدا ودي من الحاجات اللي انت لو دفعت فيها فلوس غالية مش هتخسريها إن شاء الله ممكن يبان تأثيره خلال 3 أيام بل بالعكس كمان ممكن يبان تأثيره من أول يوم ولكن عيب سيرم أورديناري إن هو بيكون في مادة أو زيادة بتركيز من النياسيمايد فما ينفعش نستخدمه مرة واحدة يوميا بندرج استخدامه على بشرته بإن إحنا بنبدأ 3 مرات في الأسبوع الأول وبعدين بنزودهم لخمس مرات في الأسبوع لحد ما نوصل إن إحنا نستخدمه مرة كل يوم مثلا قبل النوم بنقطة أو 3 نقط بس على البشرة وتديق خفيف من الحاجات الفعالة جدا 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 في تديق المسام ولكن عيبه إنه غالي تمام تاني حاجة ممكن تلعب على المسام الواسعة والديقها بالإضافة للساريسيليك أسد هو الفحم الناشط أو التشاركول كمان طامي البنتونايت من الحاجات اللي بتعمل تديق المسام الواسعة فإحنا دروقتي يا حبزة لو لقينا المسك في الثلاث منتجات دول الساريسيليك أسد وإيه اللي بأكتيفيت تشاركول أو الفحم الناشط وكمان الطامي الثلاث مواد دول هنلاقيهم في مسك من مسكات ايفون شركة ايفون شركة مستحضرات تجميل عالمية واسمه كلير سكن في مادة الساريسيليك أسد بتركيز نصف المية مع الطامي البنتونايت مع الساريسيليك أسد والطامي والتشاركول تمام كده؟ طب إحنا مش عارفين نجيب المسك ده هنعمل إيه؟ طيب شريط أسبوسيد بتاع السيولة من الصيدلية أسبوسيد 75 وشريط أيوكربون اللي هو بتاع الغازات من الصيدلية في فحم ناشط وكمان طامي مغربي من أي عطار بالكمية اللي انتو عايزينها تمام؟ بناخد معلقة من الطامي المغربي وبنقصر أرس من الإيوكربون وأرس من الأسبوسيد كمصدر للسلسيريك أسد أو الأسيطايل سلسيريك أسد وبنعجنهم بماء تورد وبنفردهم على البشرة وبنسيبهم لحد ما ينشفوا وبعدين بنفرقهم بطريقة التدليق مصك رائع رائع بس بنعمله مثلا مرة كل أسبوع ودائما أنا من وجهة نظر الشخصية ما نبدأش بالحاجة مرة واحدة ولكن بنبدأ بالتدريج ما تحطش المصك مرة واحدة على وجهنا ولكن نبدأ الجزء مصيط من البشرة ونشوف هل هيعمل حزاسية أو حرقان ولا لا وبعد كده لو نفع معانا بنكمل ونم ننفعش ونبدأ ندور على غيره يبقى فيه سقطة طيب نعمل إزاي بقى صابونة السلسيريك أسد لو إحنا مش عارفين أول بالنسبة لنا الغسول السلسيريك أسد غاري عندنا معقم ونضيف ونسيحها على نار هادي أو في حمام مائي وبنجيب القسموسيد وناخد منه قرصه ونكسره أو نتحانه كويس جدا بنقيس منه نصف جرام فقط وبنبدأ ندوبه معه الصابونة وبعدين بنصبه في قالب أو في أي مكان عندنا وبنسيبه لحد ما ننشف هنعمل قالب صابون بالجلسيريك أسد نخسل به وشنا كغسولة عارفنا إزاي نعمل صابونة السلسيريك أسد عارفنا نعمل مص السلسيريك أسد مع الفحم والطمي كمان في مادة مفروض إن احنا نستخدمها وأنا تكلمت عنها في فيديو قبل كده بالتفصيل وهي مادة L-39 وهي أحد مشتقات الفيتامين A بتلعب دور كبير جدا بالإضافة لزيادة تحفيز تجديد خلايا البشرة وزيادة الكولاجين بتلعب دور كبير جدا في تديق المسام وهي موجودة في كريم الأكريتين بتركيز الربع والنص ممكن نستخدمه يوميا لو كانت بشرتنا مش حساسة مع عادة منطقة العين وحول الفم لازم ساند بلوك في وقت استخدامه وكمان ممكن نستخدمه مرة كل 3 أيام أو 3 أيام في الأسبوع أو 5 أيام على حسب ما بشرتنا تتحمله فمادة L-39 أو مادة الأدابالين من مشتقات فيتامين A اللي بتلعب دور رائع 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 في نظارة البشرة الأكريتين موجود فيك الأكنيفري زيه بالضبط في مادة L-39 5 نصف في المية طيب بالنسبة لبرة في ريتين A بتركيز الربع والنص مادة الأدابالين موجودة في مصر في كريم أو جل الأدابالين وكريم المربالين موجودة برة باسم L-10 1 من 10 في المية يبقى تاني بعيد أنا معلش بحب أعيد الكلام كتير عشان الناس تحفظ معايا وتعرف نستخدم غسول فيه صليسيليك أسد ولو عرفنا نجيبه يبقى خير وبركة ما عرفناش نجيبه نعمل صبونة الصليسيليك أسد الجليسترين مع نص جرام من الصليسيليك أسد مش هنعرف نجيب المادة الخام يبقى هي موجودة في الريفو والأسبوسيد بتاع الأطفال والأسبوسيد أورس بتاع السيولة وبعدين نعمل مصك كل أسبوع مكون من ثلاث مواد فعالة وحلوة جدا الاكتيبيتيد الشارك هول والصليسيليك أسد والطامي ونعجنهم بمية الورد ما ننساش نستخدم سان بلوك ما ننساش نمسح الميكا بيابنات قبل ما ننام وإن شاء الله مشكلة المسام الوسع دي هتتحلق تماما بأقل روتين معلومة صغيرة برضو عن سيرم أوردينري اللي أنا تكلمت عليه هو غالب 350 جنيه لكن هو زي ما هو بداية المسام هو من الحاجات الكويسة جدا اللي بتحفز إنتاج القولجين في البشرة فبيعالج علامات التقدم في السن بيعمل البشرة شباب جدا بيشيل الخطوط فسيرم أوردينري مش بس بداية المسام لا كمان ممكن يعالج الخطوط بتاعة التقدم في السن كمان معلومة أنه ما تنسوش أن أنا صيدلانية دعاء التحوي صيدلانية تكيبات علاجية كمان عاملة سيرم من الأعشاب أو محلول من الأعشاب اسمه سيرم العشب مستخلص مائي من الأعشاب قابل جدا للمسام بيستخدم فيه علاج الحبوب وتنشفها ومفهوش أي مواد حفظة حاجة طبيعية جدا ولعب الدور كيب كبير جدا مع عملائي في تديق المسام مع كريم التأشير وكريم تفتيح البشرة